السلام عليكم ورحمة الله نتحدث عن تشخيص العاقة البصري طبعا القائم بتشخيص العاقة البصري لأطباء متخصصين في مجال النظر وعندنا في عدد من المظاهرة التي تعتبر مؤشراتها لاحتمال وجود عاقة بصري طبعا أول حاجة عندنا الأحمراء المستمر للعينين لو في أحمراء المستمر مسبب مشكلة في العين عندنا قصرة الإدماع عندنا كمان الحركة الصريعة للعين الحركة غير الطبيعية طبعا وكمان عندنا حملة العين الحملة برضو غير الطبيعية اللي بتدل إن فيه مشكلة عندنا كمان تقريب المادة المقوأنة اللي الشخص تلاقيه بيبص قوي للكتاب وبيقرأ وكذا في أشياء أخرى طبعا في التعصر أثناء الماشي لوهو ماشي مثلا حصل حاجة فيه فبك العينين فيه كسرة الشقوى من عدم وضوح رؤية أو الكتابة كل دي المظاهر بتدل على وجود عاقة بصرية أو صعوبة في البصر ممكن يكون ضعف بصر طيب عندنا كمان بقى خصائص المعاقين بصرية إيه من الخصائص المعاقين بصرنا عندنا الخصائص الجسمية والخصائص العقلية الخصائص اللغوية الخصائص الأكاديمية وبعد كده عندنا الخصائص الاجتماعية والخصائص النفسية